دعونا نبدأ القراءة قبل ما نبدأ القراءة اذا انتم مشتركين بالقناة اشتركوا و اشتركوا لايك اذا اعجبكم الفيديو وتركوا لي ارائكم بخانة التعليقات بداية برج الحمل نبدأ بطاقتك العامة من خلال هذه الفترة برج الحمل هذه الطاقة ممكن تكون عامة ممكن تكون عاطفية على الاغلب انا اشوف هي طاقتك العامة حاليا اللي مسيطرة عليك تقريبا الطاقة العاطفية بالفترة الحالية برج الحمل اشوف انه انت ممكن تكون منعزل يعني مو نغلق على نفسك خلال هاي الفترة بسبب احباطات مريت بها بالماضي انت مثل ما قلت لك هنا انت منعزل انت بطاقة الهرم تطالع انت منعزل حاليا قاعد تراجع نفسك ممكن او حتى تراجع علاقة انت مريت بها بالسابق عندك نوعا ما زعل اشوف انه ممكن او وراح نوضحها اكثر بالقراءة العاطفية بس بداية يعني اكو عندك زعل من شخص هذا شخص اشوف بالفترة الحالية هو عرف غلطة وقاعد يحاول انه يرجع مرة ثانية يصالحك خلال هاي الفترة بس قاعد اشوف انه انت غالق عليه تقريبا كل الطرق ومرا يتنطي فرصة ثانية ومنعزل عنه تماما لان اكو زعل صاير بناتكم زعل كبير اما بالنسبة لطاقة الشخص نفسه اللي وراك اكو شخص هنا دا يحس شعور انه بالخسارة بالفقدان عدم الثقة بالنفس هذا الشخص اشوف ممكن انه كانت اكو افكار سلبية بباله مسيطرة عليها خلال الفترة سابقة وهذا الشي خلاه من قد ما هو يعني افكار اكو سلبية بباله او اتهامات او شكوك حتى اتجاهك هذا الشي خلاه يخسرك تماما هو دا يحس باحساس الفقدان الاحتياج العاطفي نفس الوقت قاعد اشوف انه كانت عنده شكوك بباله او مشاكل او ممكن حتى يكون مقيد هذا الشخص بس الفترة الحالية قاعد اشوف عنده تحرر اتحرر من افكار سلبية اتحرر من ممكن دراما كان عايشها هو بينه وبين نفس الفترة السابقة وحاليا بلش يحس بخسارتك هو ندمان دا يحس انه هو فقد شيء يعني شون اقولك انت مجند شيء بسيط بحياته هو اكتشف هذا الشيء متأخر بعد ما انت انسحبت من العلاقة وصار عندك نوعا ما ملل بسبب الاغلاط اللي هذا الشخص دائما يكررها نفسها ويرجع بعدين يعتذر فاشوفك قافل عليه الطريق وما متقبل اي اعتدار من عنده بالفترة الحالية هاي جينا على طاقتك العام حاليا خلي انبلش القراءة على الصعيد العملي اشوفك يا برج الحمل على الصعيد العملي والصعيد المادي اكو عندك امور هواية معلقة واقفة مكانها ما قاعد تتحرك تتحس انه شغلك ما قاعد يتقدم قاعد يتراجع بالعكس الى الوراء عندك نوعا ما تعب وقلق على الصعيد العملي البعض من عندكم اشوف ممكن انه انت شنت منتظر او حاليا انت منتظر تواصل يخص امور معرقلة صار لها فترة طويلة اكو عندك اما خبر منتظرة او شغل متعرقل صار لها فترة هذا الخبر ما قاعد يوصلك واكو تأخيرات واحباطات مؤثرة عليك هاي الفترة اشوف ممكن انه خلال الاسبوع الثاني من الشهر السادس يعني هذا الشهر اللي احنا به اكو تواصل سريع راح يوصلك ممكن يكون يوم ثمانية بالشهر التواصل راح يكون يخص وضع مادي ايضا البعض من عندكم اشوف انه هو ممكن داخل بشراكات بس هاي الشراكة اللي هو بها اكو بها طرف متلاعب نوعا ما اكو تلاعب شوية احس اكو كذب من ناحية شخص موجود وياك بالعمل نفسه او ممكن حتى يكون هذا الشخص اللي انت منتظر من عنده خبر هو نوعا ما صار لفترة مختفي وما منطيك خبر ولا شون منقول يعني شارح لك انه العمل وين قاعد يتقدم هاي الناس اللي عندهم شراكات على الصعيد العملي فاشوف اكو بعض التأخيرات على الصعيد العملي خلال هاي الفترة بس النصف الثاني ان شاء الله او حتى من الاسبوع الثاني راح تبلش الامور شوية تتحرك خاصة الناس اللي عندها شغل من الخارج او منتظر خبر من شخص بالخارج اشوف ان شاء الله خلال الاسبوع الثاني او حتى ممكن نقول النصف الثاني من هذا الشهر اكو اخبار راح توصلك تخص عملك للناس اللي عندهم مثلا بضاعة وبالخارج حاليا ما قاعد توصل للعراق او انه حتى مشرط العراق سواء كنس انتب اي دولة بدا اشوف اكو تأخيرات على صعيد عملي منتظر خبر من شخص من الخارج الخبر راح يوصلك ان شاء الله الاسبوع الثاني انتهينا من الوضع العملي شرحناه بصورة سريعة خلي نحول على الوضع الصحي الوضع الصحي اشوف البعض من عندكم صار لفترة تقريبا اسبوعين او شهرين قاعد يعاني من مشاكل تخص منطقة العين والرأس اشوف انه انت راح تبلش تتحرك على هذا الموضوع عندك مراجعة للطبيب وبخصوص موضوع قلتلك ممكن يخص العين او منطقة الرأس بصورة عامة جبين واعلى ممكن البعض منكم يعاني من صداع صار لفترة وهو شوية هذا الموضوع ما منطيه اهتمام والبعض الثاني اشوف انه التفكير والحالة النفسية اللي انت بها حاليا قاعد تأثر على وضعك الصحي وبصورة كبيرة خاصة للناس اللي عندها مشاكل بالعمل او مشاكل حتى مادية خلال هاي الفترة اللي دا نمر بها الامور كلها متعرقلة فاشوف وهذا التعب النفسي قاعد يترجم وبصورة جسدية عليك فعندك تعب من شدة التفكير تفكيرك هوايا هوايا قاعد تفكر بهاي الفترة فهذا الشي مخليك ممكن اول اسبوعين راح تعاني من الام بالرأس سواء كان صداع او حتى الام تخص منطقات العينين بصورة عامة عموما ما اشوف انه اكو وضع يخوف ان شاء الله تعدي على خير ممكن انت تحاول تراجع خلال هاي الفترة طبيب اذا كانت عندك مشاكل بالاماكن اللي قلتلك عليها بالنسبة للأوضاع العائلية طبعا الاوضاع العائلية قاعد اشوف ممكن البعض من عندكم صار لفترة اربع شهور او ثلاثة شهور نقول اربع شهور بصورة عامة اكو مشاكل بالعائلة بالبيت قاعدة تصير خاصة الناس اللي متزوجين اشوف وعدهم مشاكل صار لهم فترة اربع شهور اكو نوع من الاحباط اكو شخص زعلان من عندك او انت حتى زعلان منه لان اكو طاقة زعل عد برج الحمل خلال هاي الفترة فاشوف اكو مصالحات اشوف الامور راح ترجع الدور لصالحة هنا طلعت الويل اوف فورتشن بالاوراق بالاوراق العامة وايضا بالتوضيحات رجعت طلعت لنفس الورقة فعجلة الحظ قاعد دور وياك خلال هاي الفترة اكو صلح اكو امور كانت واقفة راح تبلش تتحرك خلال الفترة الجاية يعني خلال هذا الشهر ان شاء الله اكو امور هواية راح تبلش تتحرك عجلة الحظ وياك يعني اكو مثل ما نقول يد من السماء ممتدة اليك حاليا تساعدك وتسهل عليك امورك خاصة على الصعيد العائلي بالنسبة للناس المتزوجين وبينهم مشاكل او حتى بينهم زعل انفصال اشوف الامور راح تبلش تتصلح مرة ثانية العجلة راح ترجع الدور بكم والناس اللي عندها زعل او مشاكل بالبيت اشوف اكو فترة راح تمر فترة هدوء تكون وبها فترة صلح ايضا اما بالنسبة للصعيد العاطفي اللي تقريبا تسعين بالمية من اللي دي شوفون البرج حاليا هم دي شوفوه على مد الصعيد العاطفي اذا تحبون اسويلكم قراءة خاصة عاطفية فقط لكل برج قتبولي بخانة التعليقات واذا شفت انه انتوا رايدين هذا الشي راح ابدي ازللكم الابراج بس على الصعيد العاطفي فقط لان اكو ناس ما يهمها الصعيد العملي اللي يهمها كلها هو الصعيد العاطفي عموما على الصعيد العاطفي البرج الحمل اشوفك يا برج الحمل انت بالفترة الحالية قاعدة تحاول تبين انه انت قوي نوعا ما انه انت ما مهتم انت واقف على حيلك وما عندك مشاكل بس انت بداخلك منهار تماما انت اللي يشوفك من البرا يحس ان انت انسان ما مهتم ما عندك اي مشاكل الوضع اللي انت بيه حاليا مهمك او حتى ممكن انت مصدر هذا الوجه للشريك حتى سيعرف انه انت ما مهتم وبعده ما مؤثر عليك او حتى الزعل اللي بينكم ما مؤثر عليك اساسا بس انت بالحقيقة البرج المنهار قاعد اشوف انه انت بفترة مراقبة حاليا بفترة انتظار وده تحاول تبين قوي يعني انت اللي يشوفك بالوجه يقول انه انت ملك العصي او ملك النار بس انت بداخلك البرج المنهار فاشوف انه انت حاليا ممكن اكشفت سر لان حتى هنا اشوف اكو سر كشفته عن الشريك اللي موجود وياك حاليا او حتى اللي انفصلت عنه صارلك فترة وهذا الشي خلاك تنهد او ممكن تكون اكو اشخاص ادخلة واطراف خارجية ادخلت بالعلاقة بينواتكم وهي اللي سببت المشكلة اشوف اكو اقنعة هواية انزالت من على الوجوه وانت حاليا مثل يعني تعرف ناسك اللي موجودين حواليك هم وشنون وانت مثل احسك هنا قاعد تقولي هاي الورقة انه اني بعد محد ما راح يقدر يخدعني صارت اعرف الناس صارت اعرف كل شخص على حقيقته بعد ما انخدع بالناس لان انت هنا طالع من صدمة كلش كبيرة هاي التور مو صدمة طبيعية صدمة كبيرة بس لازم تعرف انه ورقة التور هي ورقة مجرار كانة فتسعة وتسعين بالمئة هي تتحقق هاي اولا ثانيا هاي التغييرات تكون تغييرات مو بدل الانسان رب العالمين هو اللي يخلي هاي الصدمة تمر بحياتك لان اكو بعدها وضع احسن اكو تغييرات شاملة يعني اكو فترة تماما من حياتك بلشت تنتهي او درست كان لازم تاخده انت اخدته والفترة الجاية راح تكون حتى ما تكرر هذا الغلط مرة ثانية فهذا الانفصال اللي صار او حتى الشخص اللي كشفت انت على حقيقتك كان لازم يصير رب العالمين هو اللي كان رايد انه هذا الشي ينكشف وراح يكون الصالحك اما بالنسبة طاقة الشخص نفسه قاعد اشوف انه هذا شخص عنده مشاعر التجاهك هو اكو حب بيناتكم والحب موجود وهو حاليا قاعد يحاول يتواصل وياك ممكن يتواصل وياك روحيا او حتى يتواصل وياك اساسا لان هنا قاعد اشوف عنده تردد شوية من التواصل بس راح ياخذ القرار انه يرجع يتواصل وياك البعض منكم هذا شخص اتواصل وحاول يعتذر بس هو قاعد يحس انه انت كلش متباعد يعني هو امراقبك من بعيد حاليا امراقبك ويحلم بك حتى او انت ممكن قاعد تحلم بك اكو تواصل روحي بيناتكم جدا عالي ولكن التواصل الحقيقي منقطع اشوفه انت ممكن ما قاعد تنطي فرصة لهذا الشخص لانه هذا الشخص اساسا قاعد اشوفه هنانه اه هو دا يحاول انه يعتذر هو جاي واقف منتظر اشارة منك منتظر خطوة البعض منعدكم هذا الشخص ممكن يكون من الماضي انت منفصل عنه سابقا وهو هسا دا يحاول يرجع بحياتك مرة ثانية بس انت تقريبا وصلت مرحلة ملل من العلاقة او انه هذا الشخص سابقا تعبك هواية فلهاي سبب انت عندك مخاوف انه انت ترجع الهاي العلاقة مرة ثانية هسا بما انه قرينا طاقتك وطاقة الشريك خلي نفصل الوضع العاطفي اكثر طبعا اشوف انه انت مثل ما قلت لك انت عندك نوعا ما ملل انت العلاقة هذي ممكن كان بها تلاعب لان هنا عندي ورقتين طلعت لي نفس هي ورقة الساحر يعني هنا انا شوفوا اذا تشوفون هاي الاوراق وضحتها اني على نفس الورقة طلعت الورقة نفس افدت تقولي انه اني بنفس المعنى طالع ممكن هذا الشخص سابقا كان عنده نوعا ما تلاعب بالعلاقة وانت كشفت هذا التلاعب ممكن تكون الاغلبية من عندكم الموضوع يخص مشكلة يعني شغلة اخلاص او وفاء بصورة عامة فاللي اشوفه انه تعرضت انت سابقا ممكن الكذب من هذا الشخص غداع او حتى البعض من عندكم اتعرض الخيانة خاصة اذا كان هذا شخص من برج الجوزاء او برج السرطان هنا عندي برج الثور حتى ما انسى الابراج برج الحوت ايضا موجود هنا اكو شخص ممكن يكون برج الحمل مثلك وبرج الثور طالع مرتين والاسد فاللي قاعد اشوفه انه هذا شخص مثل ما قتلك هو سابقا خداعك اكو كان عنده نوعا ما خداع بالفترة الحالية انت ممكن قاعد تستشفي من الجرح اللي هذا شخص سببلك انت ما اخذ رست انت الطاقة العامة اليك اشوف اكو تباعد انت حاليا مون غلق على نفسك قاعد تراجع الاشياء اللي مريت بها سابقا وانت فعلا محتاج هذا الرست انا هسا ما اقولك اخذ خطوة انه انت ترجع لهذا شخص لان انت محتاج رست انت فعلا محتاج هنا رست محتاج تستعيد توازنك لان اشوف توازنك تقريبا مختل انت هاي العلاقة سابقا ممكن كنت هواية تحاول تحافظ عليها لكن وصلت المرحلة بسبب خداع من هذا الشخص انه انت حاليا ما عندك الرغبة انه انت تستعيد هاي العلاقة او ترجع تشتغل على هاي العلاقة ما الا شوف ان انت ممكن تحاول انه تنسى هذي الصفحة اللي يشانت في حياتك وهذا الشخص تماما تغلق الصفحة و تبلش بداية جديدة لان هنا عندك ورقة الدفboards موجودة فانت هاي تحس انو انت محتاج التغيير جذري هاي تحس ممكن المشاعر اللي بينكم وان كانت موجودة عندك ولا هاي اذا اشوف ان انت تحاول تجاهل مشاعرك انت تحاول تتجاهل المشاعر اللي موجودة عندك اتجاه هذا الشخص او حتى اتجاه العلاقات بصورة عامة انت مو عاطفي يعني دا تحاول تفكر بعقلك وهذا الشي مخليك تتخلى عن مشاعرك وبصورة عامة حاليا هذا الشخص حاليا هو مستعد انه يبدو الاقصى مجهود في سبيل انه يرجع العلاقة اللي بيناتكم لانه هذا الشخص من بعد ما انت مثل ما قلت لك بعد ما حس ان هو خسرك تماما حس بقيمتك اكو ناس ما تحس بقيمة الشي اللي موجود عندها الا اذا فقدته فانت ظاهر يعني قطعت تماما ويان وقطعت التواصل هو وصل مرحلة الفقدان من وصل مرحلة الفقدان حس بقيمتك وهسا دا يحاول انه يرجع العلاقة فهو مستعد انه يبدو الاقصى مجهود هنا ورقة زشارية ايضا برج السرطان طلعت نمرتين فممكن تكون تتعامل مع شخص من برج السرطان او ممكن يكون انه هذا الشخص حاليا اه راح يبدو الاقصى مجهود بده يفكر انه هو يبدو الاقصى مجهود في سبيل انه هو ينسيك الشي اللي صار سابقا ويبدأ وياك بداية جديدة تماما يريد انه الماضي كله يموت ويبدأ من جديد صفحة بيضة انتوية بس نفس الوقت قاعد اشوف عنده نوعا ما اه التسرع هو متسرع شوية بتصرفاته ممكن عصبي زيادة عن اللزوم وممكن اخر اتصال بينك وبينه التواصل ما كان بنا صار اكو تجريح بالكلام لان هنا قاعد اشوفك انه انت زعلان من هذا الشخص وايضا هنا طاقة الانفجار موجودة انه هاي الطاقة ما تجي الا اذا اكو شيء صار مو صدمة عادية اكو صدمة كبيرة صارت فممكن نكون هذا الشخص ها على فكرة طبعا هذا البرج هو برج العقرب اذا كانت تتعامل ويا شخص من البرج العقرب ايضا فممكن اشوف انه الكلام اللي صار هذا الشخص انفجر او انت حتى انفجرت وصار اكو تجريح بالكلام ببيناتكم والتواصل ما كان بنا بينكم اخر تواصل فالهالسبب هو ده يحاول انه يرجع يعتذر ممكن عن الكلام اللي قاله اللي انحس هذا الكلام خلاه يخسرك الى الابد عموما انا اشوف انه راح يبذل مجهود البعض من عندكم راح يجي بصيغة جديدة مثل راح يقولك انه احنا خلي نرجع ما نرجع بعلاقة خلي نرسم العلاقة نحاول انه نرسم علاقتنا او حتى انه نقوي العلاقة اللي موجودة بس انت قاعد اشوف انت ده تحس بملل انت رافض اعتدار هذا الشخص ورافض رجوع بحياتك حاليا او ممكن نقول انت مرافض وانما محبط فما تريد تنطي اجابة حاليا لها سبب انت منعزل ما تريد انه هو شون تقول انه كوش انتهى تماما بس نفس الوقت ما تنطي امل بالرجوع فمخليه مثل اللي متعلق لهو طايل السماء ولا هو طايل قا وهو يستاهل على فكرة ما دام بزعلك فالمهم يعني اللي اشوف انه هذا شخص راح يرجع الناس اللي منتظره رجوع من شخصة من الماضي من برج السرطان او برج العقرب برج الجوزاء الدلو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة